حول القرآن حول القرآن حول القرآن حول القرآن مع القرآن حول القرآن مع القرآن حول القرآن حول القرآن حول القرآن حول القرآن التي تقيمه قناة من شباب الفضائية بالشراكة مع جمعية معاذ العلمية لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية وتنفذه شركة الجند للإنتاج الإعلامي والتلفزيوني مرحبا بك دكتور نجيب وأهلا وسهلا بك شيخ إشراق أهلا وسهلا أستاذ أحمد سعيد مرحبا بك حياكم الله جميعا مشاهدين الكرام وصلنا للمرحلة الأخيرة والحاسمة في مصابقة شباب القرآن بموسمها الرابع ضمن فئة الحافظ الماهر دعوني أرحب بالأربع المتسابقين المتأهلين معنا لهذه المرحلة الختامية وهم علي خالد علي محمد من محافظة عدن وأحمد عبدالله بكير من محافظة حضرموت ومحمد نجيب محمد فارع من محافظة تعز ويوسف مروان علي مرهوب أيضا من محافظة تعز مع متنافسين الأربعة وفي هذه المرحلة الختامية سيكون التنافس على المركز الأول والجائزة الكبرى لفئة الحافظ الماهر وللتذكير أعزائنا المشاهدين فقد خضى متنافسون الأربعة مرحلتين من التصفيات وتمكنوا من الوصول إلى هذه المرحلة من بين 16 متسابقا في هذه المرحلة سيكون معنا الليلة متنافسان اثنان فقط وغدا سنستمع للمتسابقين الأخيرين في نهاية حلقة ليلة الغد ستعلن النتائج للمتسابقين الأربعة وسنتعرف على الفائزة الأول في برنامج شباب القرآن في فئة الحافظ الماهر على بركة الله سنبدأ بالمتسابق الأول علي خالد علي محمد من محافظة عدن وقبل أن أنقل السؤال والكلمة للجنة التحكيم كما هو الحال سوف نتذكر أداء هذا المتسابق عبر المراحل الأولى والثانية في هذا العرض القصير وعلى بركة الله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين اقرأ لنا من قول الله تبارك وتعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد مرحبا بك يا علي خالد ونتمنى أن تختار ألموذج للأسئلة من واحد إلى ستة السؤال ثلاثة أسمعنا يا علي في السؤال الأول من قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم أحسنت يا علي طب الأحادي بالسؤال الثاني اقرأ من قول الله تبارك وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الزخرو بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين أحسنت يا علي وبرك الله فيك السؤال الأخير طبعا يطلب من المتسابق أن يصل الآيات ولا يقف على أواخر الآيات وإنما يصلها بما بعدها نمثل بمثال من الأسئلة التي قد مرت مثلا وقالوا لو ذا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لا تقف على عظيم يقف على التي بعدها وهكذا فالسؤال يقول اقرأ من القول الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فتح الله عليك يا علي استمعتم معنا لأذاء المتسابق الأول واشتحية هذه المرحلة النهائية لفئة الحافظ الماهر علي خالد علي من محافظة عدن وتلك كانت قراءته موفق علي هيك الله جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس شكر الإنسان أخاه الإنسان على ما يستحق يديم الألفة والمحبة بينهما كلمة شكرا قد تكون سببا لإسعاد إنسان بعد وقت طويل من التعب وقد تكون سببا في زيادة فاعلية إنسان في بيئة عمل شاقة وقد تكون سببا في ابتسامة إنسان أحاطت به هموم الدنيا فلا تبخلوا بشكر الناس ليشكر الله لكم حسن صنيعكم معهم من هنا مجاهدين إلى الميدان لنتابع ما سيدور فيه ثم سنعود لإستكمال المسابقة مع المتسابق الثاني لهذه الحلقة تابعونا أهلا بكم وضح القرآن الكريم بأن جزاء الشكر يعود للإنسان نفسه يقول تعالى في سورة لقمان وَلَقَدْ أَتِيْنَا لَقْمَانَ لَحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ المطلوب من قراء الشارع في الميدان إكمال ثلاث آيات بعد هذه الآية بشكل صحيح وبتجويد والتلاوة إن وجد للحصول على الجائزة سنتابع في الميدان وستتابعون معنا وسنجد من يقرأ علينا هذه الآيات تابعونا في موضوع الشكر الشكر تمام يقول تعالى في سورة لقمان وَلَقَدْ أَتِيْنَا لُقْمَانَ لِحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ كمّل وَلَقَدْ أَتِيْنَا لُقْمَانَ لِحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ وَمَنْ يَشْكُرْ لِلَّهِ فَقَدْ لا وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ شكرا لك كل عام تم خير حقيقة الله يقوله تعالى في سورة لقمان وَلَقَدْ أَتَيْنَا لَقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّا مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ تمام كمّل لي بعدها ثلاث آيات تحاول معي إنما أشكر الله يمحرم وَمَنْ كَفَرَهْا فَإِنَّا مَا يَوْمَرْهَا فَإِنَّا مَا يَوْمَرْهَا فَإِنَّا اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ غَنِيٌّ حَمِيدٌ تمام واصل فإنَّا اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ يَقْفُرٌ شكرا لك خالد نبيل خالد نبيل شكرا لك خالد موفق إن شاء الله دعالوا في مفهوم الشكر في القرآن الكريم يقوله تعالى ولقد آتينا لقمانا لحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه قرأ لي بعدها ثلاث آيات استلم الجائزة أغير لغا السؤال أغير لغا السؤال طيب وإن تأذن ربكم لأن شكرتم لا أزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لا شديد ذكرني باسمك فهيم عبد الرحمن حسن الحميد لأعيدها لأن شكرتم لا أزيدنكم ولأن كفرتم لا أعذبنكم إن عذابي شديد اسمك فهيم فهيم شاهدينا كرام فهيم أجاب عن المفهوم في سؤالنا الثاني لهذه الفقرة الميدانية واستحق هذه الجائزة المقدمة من مركز سباتيك للمستلزمات المنزلية ثلاثين ألف ريال جائزة فهيم مبارك عليك يا فهيم شهرك كريم حياك الله مستمرين في البحث عما أن يقرأ الآيات بشكلها الصحيح والمجود تابعونا فيه مفهوم الشكر يقوله تعالى وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ الحِكْمَةِ كم من اللي بعدها وَلَقَدْ أَتَيْنَا لَقْمَانَ الحِكْمَةَ أَنْ شُكُرْلِي وَالْوَالِدَي ولقد أتينا لقمان حكمتنا أنا أشكر لي والوالدي الله وسلم محمد ولقد أتينا لقمان حكمتنا أنا أشكر لي والوالدي حاول يا نصر أنت طالب جامعة أو ثانوية ثانوية إن شاء الله رب يوفقك تديس تسعينات شكرا لك يا نصر كل عام تبغير حياء الله نستمرين مشاهدينا في البحث ع من إقلاء الآيات بشكلها الصحيح تابعونا في مفهوم الشكر تمام نقول له تعالى في سورة لقمان إن حكما انشكر لله ومن يشكر فإنما يشكره لنفسه تقدروا تكملوا له بعدها ثلاثة آيات ومن كفر بين الله غنيون العالمين غنيون حميد واصل نعم وإذ قال لقمان لابنه يا ابنية لا أشرك بالله إن الشركة للظلم العظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يا عظو يا ابنية لا أشرك بالله إن الشركة للظلم العظيم ووصي الإنسان بوالدي حملته موهن على وهن ويفصاله في عامين أنشكلي ولوالديك إليه المصير وإن قاهدك على أن شرك بما لسلك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معرفة واتبع سبيل من آنبي إلي ثم إلي مرقعكم فمن أبيكم بما كنتم تعملون تذكرني باسمك عبدالإله سيف المعمري عبدالإله سيف مشاهدين الكرام الوالد عبدالإله سيف المعمري في هذه المنطقة أجاب عن الآيات بشكلها الصحيح ما يدهش بالتجويد والتلاوة ولكن يحفظ وهذه الجائزة 50 ألف ريال مقدمة من مركز تباتيك للمواد المنزلية والأدوات المنزلية 50 ألف ريال يا شهر أبو الله تحية جميلة من هنا مجاهدين الكرام إلى الأستوديو لنستكمل باقي فقرات هذه الحلقة تابعونا عودا حميدا استمعنا قبل الفاصل للمتسابق علي خالد علي محمد من محافظة عدن ونستمع الآن للمتسابق الثاني لهذه الليلة وهو محمد نجيب محمد فارع من محافظة تعز لنتابع معا أداء المتسابق محمد نجيب في المراحل السابقة ثم ننتقل بالكلمة والسؤال مباشرة للجنة التحكيم وعلى بركة الله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون اقرأ في السؤال الثاني من قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه مرحبا بك يا محمد نجيب واختر الموذج جاسلة هذه الليلة من واحد إلى ستة عداء الرقم ثلاثة خمسة أسمعنا يا محمد في السؤال الأول من قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما أحسنت يا محمد حسبك في السؤال الثاني يا محمد نقيب اقرأ من قول الله تبارك وتعالى هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون أحسنت وبرك الله فيك بارك الله فيك يا محمد نجيب والسؤال الثالث قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم اقرأ هذا السؤال وصل الآيات بعضها ببعض ولا تقف على رؤوس الآيات بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل تنزيل من رب العالمين أفب هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين حسبك فتح الله عليك يا محمد مرحبا بكم من جديد استمعتم وشاهدتم معنا أداء المتسابق الثاني لهذه الليلة محمد نجيب فارع من محافظة تعز وتلك كانت قراءته برك الله فيك يا محمد مشاهدين العزاء الشكر باب راحة للإنسان والنكران باب شقاء بالشكر تدوم النعم وبالنكران تزول فاشكروا الله على نعمه واشكروا الناس على حسن أفعالهم ودعوهم ليكونوا من الشاكرين في المشهد التالي نتوقف مع عرض رامي ماتع ابقوا معنا لتشاهدوا ما سيدور فيه مالك الديابل دموت عملي هير دي كلان خسعتين وخسعت البنطلون انتي باش حسنش منك خير أبدا هذا قزاتي حقما أنه قل المشروع قلت استغل عبيت دي باب ونظف وساعدك بحق الويتات بدل ما تشتري كل اسبوع ويت بدل ما تقول لي شكرا إن قا استهم قزمتك تخسحها لا تعاونيني شكوتي باس ما حصلتوا منك لك دمار يا كنت ليش مرفس ليبكثرش هادرات عبدو 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 شول هذا شول هذا احمل هذا المطاع البيت شول هذا احمله يلا زي دي زي دي مسكه دي عبينا زي داني سكه دي شا قل لك تعال قد أنا قل لك ما تكوش ترفس تقول لك أمورك بيبلعة الفيس ليش أنت مرفس خلاص أمورك طيبة خلاص تمام ولا عد خلاص خلاص أنا قد نجح وصار جيد خلينا ارتاح وشتصل لك خلاص تمام شلقان تواصل هي خلينا اترح 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 عبدو هيا شتعل معنا تعملها يا الله يا الله يا محيم لا شكرا عنا ولا جزاك الله خير ما هو معظم الناس ألقار لألقار ياي ياي واو طب شكرا شكرا أخ شكران شكرا جزيلا لك شكرا سلام وما قال الف شكر ومبتسم ومرتاح وقال الف شكر ما عملتلكش حاجة هي بطايقك فلا تنقبتلك يا أخي واجب علي أن أنا أشكرك على هذا العمل الذي عملته وبدون البطايق هذه كنت أنا بضيع شكرا لك يا سلام مشاهدين الكرام يفصلنا يوم واحد فقط لمعرفة الفائز بالمركز الأول لفئة الحافظ الماهر سنعرف ذلك في حلقة الغد بإذن الله بعد أن نستمع للمتسابقين المتبقيين جاء رجل إلى أبي حازم ثم سأله عن شكر العينين فقال له إن رأيت بهما خيرا أعلنته وإن رأيت بهما شرا سترته فقال الرجل فما شكر الأذنين قال له إن سمعت بهما خيرا وعيته أما إذا سمعت بهما شرا دفعته قال فما شكر اليدين فرد أبو حازم لا تأخذ بهما ما ليس لهما ولا تمنع حقا لله هو فيهما مشاهدين الكرام وصلنا لختاب هذه الحلقة ألقاكم غدا على نفس الشاشة وفي نفس الموعد على الخير أراكم حول القرآن مع القرآن وبالقرآن حول القرآن تحلقنا نهو القرآن تسابقنا بالقرآن مع الحلقنا واستمسكنا وتخلقنا اقرأ وجهك نور وهدى قطي أخلاقك من مصدا جود صوتك بالذكر شدا أتقل ما ضاع الجهد سداد أتقل ما ضاع الجهد سداد سوطان علم ملأ الدم يا نورا بكم تعلو معه الذكرى حز في نهضة كبرى شرع معه الذكرى حول القرآن مع القرآن حول القرآن مع القرآن حول القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن